ففادت مصادر محلية في محافظة الضالع جنوبي اليمن استكمال المقاومة الشعبية الموالي لرئيس عبد الرب منصور هادي السيطرة على آخر معاقل الحسين في منطقة ميريس وجاءت هذه السيطرة بعد أيام من المعارك العنيفة بين المقاومة والحسين أصفرت عن مقتل وإصابة العشرات من الطرفين من جهة أخرى قصفت طائرات التحالف العربي مواقع للحسين في مدينة سرواح بمحافظة مأرب ودمرت عربة تابعة للحسين هناك وقد أفاد شهود عيان أن تعزيزات عسكرية في طريقه إلى سرواح لدعم الحسين